اهلا بحضراتكم مرة تانية في المنتدى ولسه مكملين مع كابتن اشرف خدر قبل الفصلة كابتن كنا بتكلم على موريل العيب الافواري وقلنا ارقامه كانت جامدة اه موريل الناس بقى مستنية في اسماعيلية الناس كلها عملوها هاشتاج موريل ياكومي ده حاجة يعني لانه هو كان شغله كان قوي جدا وارقامه والرجل كان موافع عليه كمان المدرب طبعا ده كان ترشيح من لجنة التعقدات لكن الكل كان موافع عليه وهو اعتقد انه هو يعني اخبر قيمة يعني ده خلص باكبر مبلغ ده كان مبلغ كبير ده انا بتاعلي 300000 دولار للنادي بتاعه اه طبعا ده اكتر واحد خلص بفلوس لكن معظم بسبقات يعني تقول الراجل ده يعني ايه يعني يعني لعب كم موت شاكر يعني الراجل اللي هو 300000 دولار للنادي بتاعه وغير اللي خدمه لا ما لعبش كتير يعني انا شفته مرة مثلا او مرتين هو مع براون وانا موجود مع براون لعب معنا كان متواجد يعني يعني حصلت له اصابة معنا تماثه في العدلة الضمة وبعد كده ما لعبش رجع لعب مع حمد شوية طبعا انا كابتا انا عايز اعرف انت حضرتك بطول مثلا ارقامه كانت تخد ارقامه اللي هي ايه يعني ارقامه اللي هو اجوانه شغله عنده سرعة مهارته عالية انت بتشوف الكلام ده ده كمان اللي خلى وزي ما بتكلم طبعا يمكن بعته واحد تاني لا يعني انت شفته واحد وبعته واحد تاني اصلاحنا شوفنا الراجل لما لعب لا لا هو لما لعب زي ما بقولك برضه ما انسجمش وهو خلي بالك كابتن برقات انت 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 كنت ما شاء الله شاطر في الحتة دي ما هو خلي بالك الشخصية برضه من الحاجات المهمة في لعب كور في لعب كور يبقى كويس قوي وتلاقي قبل المطش شوفنا كل الكلام ده وتلاقي متاخد ومش حاليا